السلام عليكم طلاب الصف الخامس أهلا وسهلا بكم في فيديو اليوم نفتح كتاب الطالب كوبرز بوك إلى البيج 43 الصفحة الثالثة والأربعين اليوم في عنا العديد من الكلمات في عنا شيء مهم نفسير بالنسبة للخواعد في عدة تمرين رح نحن لهم في هذه الصفحة فخليكم معنا لآخر هذا الفيديو بداية بالنسبة للكلمات أي كلمة منها أنتم الحافظين ولازم تقولوا على دفتر انجليش ومنذكر مع بعض اللفظ الصحيح لهذه الكلمات باتر زبدة رابر ممحة كابرد خزانة سولت ملح بيبر فلفل فلاور طحين هربز أعشاب I'm going to معناها أنا سوف اتأكدوا أنكم تكتبوا أي كلمة من هون لسا مش حافظونها بشكل ممتاز ماذا عن اللغة والقواعد إحنا اليوم إن شاء الله رح نتعلم كيف أنا ممكن أحكي بالإنجليزي أنا سوف أنا سوف أذهب إلى مثلا السوق لي مثلا أشتري كذا وكذا أنا سوف أذهب إلى مكان معين أخطها المكان معين لي يعني عشان لكي السبب بعد السبب بحكي لي بالإنجليزي كيف أحكي عنه أنا بالإنجليش I'm going to go to to I'm going to يعني أنا سوف go أذهب to إلى سوف أذهب إلى مثلا the market السوق to هو المعناتها لي لأنها to إلى أكثر من معنى هو المعناتها إلى وهنا المعناتها لي to buy لأشتري مثلا some bread بعض الخبز عكل حال إحنا راح نسوء يكون في عنا تطبيقات عديدة لهاي القاعدة خلينا نشوف التمارين اللي موجودة في هاي الصفقة exercise number five بحكينا listen and say المطلوب من هذا التمارين إنكم تلفظوا هاي الكلمات بشكل صحيح خصوصا حرف البي better better rubber rubber cupboard cupboard better الزبدة rubber rubber ممحة cupboard خزانة إذنكم تلفظوها مثل ما بلفظوها بشكل صحيح فأنتم بكون هيك حققتوا المقصود من هذا التمرين ماذا عن exercise number six التمرين السادس بحكينا listen and take بدايةً هذا التمرين للاستماع يعني راح يحسن مهارة الاستماع عندكم طيب كويس الشيء الثاني بدنا نعرف إيش موجود عندنا هون في هاي الدش هاي الصحون في عندي مثلا في الصحن الأول إيش موجود bananas الصحن الثاني إيش موجود فيه flower إيش موجود فيه طحين هون شو في عندي herbs ما معنى herbs أعشاب هنا عندي onions onions بصل بينما هنا ففي عندي pepper ما معنى pepper ملح مكتوب طبعا عندي هون معنى pepper ملح بينما في هذا الدش في هذا الصحن عندي salt salt ما معنى salt ملح وفي الصحن الأخير في عندي spices بهارات spices طيب الآن رح تستمعوا لأربع جمل كل جملة رح تحكي عن واحد من هاي الأطباق فإذا الجملة الأولى مثلا على سبيل المثال نفرض إنها الجملة الأولى ذكرت البنانة الموز الموز فشو بنعمل نعمل تيك هون في هذا البوكس اوكي استمعوا للجمل رح أحكي لكم الجمل فاستمعوا بشكل جيد I'm going to the market to buy some salt أعيد I'm going to the market to buy some salt على أياها يا سورة لازم أحكي أعمل تيك salt طيب تمام salt إيش اللي حكيت أنا أنا سوف أذهب I'm going to go إلى السوق to the market لأشتري to buy بعض الملح some salt طبعا هاي الأشياء رح نكتبها كتابة إن شاء الله لما نروح التمرين السابع طيب استمعوا للجمل الثانية وإنتوا اعملوا تيك على الصورة قبلية الجملة التالية I'm going to the market to buy some flour I'm going to the market to buy some flour اوكي إذا جبنا سيرة الفلاور انتبهوا للجملة التالية I'm going to the market to buy some pepper I'm going to the market to buy some pepper الجملة الرابعة والأخيرة I'm going to the market to buy some herbs I'm going to the market to buy some herbs ايش عني herbs؟ أعشاب اوكي مرسم عليها هون أعشاب اوكي تماما هيك احنا بنكون تمامنا التمرين السابس جميل ما المطلوب مننا الآن؟ أن نذهب إلى التمرين التالي السابع والأخير اوكي التمرين السابع بيحكي أنه أول شيء خلينا نشوف نفهم هذول الفنين شو بيحكوا وهذا بيحكي I'm going to go to the market to buy some salt ايش يعني؟ انا سوف اذهب إلى السوق لأشتري بعض الملح فهو بيستخدم الصيغة اللي أخذناها اليوم في في قسم اللغة والقواعد I'm going to go to I'm going to go to the market بنحطه في الفراغ المكان رايحين إله طب ليش رايح على الماركت؟ to buy some salt لأشتري بعض الملح الشخص الثاني شو بيحكي؟ I'm going to go to the market to buy some pepper اوكي طيب تمام طبعا لاحظوا هذول الأشخاص بيرجعونا للتمرين السابق اوكي كيف يعني التمرين السابق؟ احنا بدنا نعمل زيهم جمل بدي أعمل زيهم جمل أنه أنا سوف أذهب إلى السوق لأشتري بعض بعض الموز أنا ذاهب إلى السوق لأشتري بعض الطحين وهكذا أعمل جمل على كل هاي أه الديشز أو كل هاي الصحون يلي أنتوا شايفينها أمانكم واضحة أمور إن شاء الله؟ خلينا نعمل هذا الشيء مع بعض أوكي هنا أول شيء طيب خلينا أزغر شاشة الكتابة جميل اوكي ونمحي هاي التك اوكي هيك إحنا إن شاء الله جاهزين طيب تمام نمسح هاي الجمل ما في الهداعي اوكي الآن بدنا نكتب عن ماذا عن البنانة طبعا هذا حل التمرين السابع حل التمرين السابع بدي أكتب إنه أنا سوف أذهب إلى السوق لأشتري بعضا ماذا بعضا الموز شو لازم أكتب؟ طبعا هاي الجمل اللي أريد أسويها اليوم الآن اوكي احكولي شو لازم أكتب كيف أكتب أنا سوفا هم؟ I'm going to أنا سوفا أذهب go أذهب إلى go to أذهب إلى السوق ما معنى السوق the market حاولوا تشاركوا معاي لي أشتري market ما معنى لي to يشتري buy صارت عندي to buy بعضا some الموز banana اوكي some bananas اوكي اوكي وهي هيك question mark عفوا full stop نقطة اوكي هيك إن شاء الله بنكون إحنا خلصنا الجملة الأولى طيب تمام الجملة الثانية نفس النظام نفس النظام شو بدي أحكي أنا؟ بدي أحكي إنه أنا سوف أذهب إلى السوق لأشتري بعض الطحين استخدم هاي الصيغة أنا سوف أذهب إلى السوق لأشتري بعض الطحين I'm going to go to the market to buy some flower أوكي خلونا نكتبها الآن خلونا نكتبها مع بعض نقلونا شو لازم أكتب كيف أحكي أنا سوف أذهب إلى أنا سوف أسريع I'm going to أذهب إلى go to السوق the market لازم أسرع لأشتري to buy بعض الطحين some flower full stop أوكي؟ الأمور صارت أكيد أسهل كل ما سوينا جملة أكثر بصير أمور أسهل شوفي عندي هون هسا الآن؟ إحنا سوينا عن flower هسا الآن الherbs الأعشاب بدي أحكي أنا سوف أذهب إلى السوق لأشتري بعض الأعشاب شو لازم أكتب حكولي أنا سوف I'm going to أذهب إلى السوق أتكون لأشتري royal أحكي أنا سوف أذهب إلى السوق لأشتري بعض، فلنحني 3 ، إنما lamentارك أها أغنقكم السوق أحكي упką سوف أذهب I'm going to إلى سوف أذهب to go إلى السوق market لأشتري to buy بعض البصل some some ماذا some onions ok تمام شوفي عندي هون بعديها أها pepper أشعر 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 شو لازم أكتب هون كيف أكتب أنا سوف أذهب إلى السوق شو لازم أكتب I'm going to go to the market لأشتري to buy بعض ماذا بعض الفلفل some pepper جميل في عندي هون هسا salt ما معنى salt ملح يحكولي كيف أحكي أنا سوف أذهب إلى السوق لأشتري بعض الملح بلاشت أكتب أكتب أحكولي I'm going أحكوا قبل ما أكتب to go to the أوكي أوكي to the market to buy some salt أوكي آخر شيء بدأ أحكي أنا سوف أذهب إلى السوق لأشتري بعض البهارات أوكي شي لازم أكتب هون سريعا أحكوا قبل ما أكتب أحكي some ماذا spices أوكي وهي full stop نقطة واضحنا أمور هيك إحنا بنكون حلين التمرين السابع هذا اللي عملنا إحنا هون إحنا تعلمنا كيف نحل التمرين السابع لاحظوا سوينا سبع جمل اليوم إن شاء الله تكون إنها سهلة طبعا أنصحكم إنه مش مجرد إنكم تنقول الحل أنصحكم إنه أنت بإيديك وتمسكوا الدفتر والقلم وتعملوا أنتو الحل بأنفسكم إذا كان هذا الفيديو مفيد إلك ولا تنسوا تعطوه إعجاب تشاركوا في القناة تفعيل زر الجرس وإذا تشاركوا هذا الفيديو مع الآخرين أستاذ رادم سعيد يحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته